السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام من الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج محدثكم عبدالله بن عبدالرحمن الحارثي من شاشة قناة الواقع اليوم معي ضيف سقار سعود العصيمي حياك الله الله يبقيك طول في عمرك حياك الله دي برجامج مراجل عبر شاشة قناة الواقع الله يبقيك حبي ناخذ منك سئلة عن الصقر وأنواعه ونتعلم أكثر وأكثر في مجال الصقور تفضل طلع عمرك مستعدين أبو عدنون هل لديك صقر مفضل صقر مفضل أكيد أن الصقر لها يعني فصيلة معينة يحبها وما الفصيلة تحبها يا أبو عدنون أنا والله أحب الحرار قبل لا تجي التفاريخ وقبل لا نعرف التفاريخ أول والله ما نعرف التفاريخ بعدين اشتهرت التفاريخ في السبك والصقار يبحث عن الطير السبوك دائما فأحبيت البيورات لأنها مميزة في السبق وفي القوة وتكافح الأمراض كذلك لأن التفاريخ عادة يكون المناعة عنده ضعيفة عكس الأصيل أدنى ما وجعت نعم لكن أنا شفت التفاريخ المقاربة للأصائل البيورات وشريت طير بيور فرخ اللي هو هذا اللي قدامكم نعم طيب كم لك سنة في هالمجالة بعدنا؟ والله يمكن من العشرين سنة تقريبا وفيه مرحبت بكم طيب كيف يتدرب الشخص اللي يصبح صقار؟ التدريب لابد أن فيها معلم يعلمك ويوجهك زي أي مهلة أخرى علشان يصقلك للتدريب الصحيح علشان تصقر صح وتعرف لأن الطير يبغاله تعامل بهدوء وليس بشدة هل التعامل مع الصقور خطير؟ فيه خطر نوعا ما نعم نعم طيب متى يبدل الريش القديم للجديد الصقور؟ يبدل في شهر في شهر ثلاثة يبدأ وفعليا يبدأ في شهر اثنين إلى واحد عشرة ميلادي جميل نعم طيب كيف يصطاد الصقور في البداية؟ أو كيف يطرح الصقور في البداية؟ كيف يطرح الصقور؟ اي اي هذا برضو يبغالها خبرة وممارسة في شبك مخصص يصنعونه ناس معينة للحمام يركب على الحمام وعلى السمان زين ولا لا وإذا شاف الطير فكه له زين ولا لا في فترة معينة أما الصباح ولا المساء قبل الغروب هذا الفترة اللي من بعد العصر من الساعة خمسة العصر إلى وقت غروب الشمس هذا الفترة هي اللي يكون وجبة الطير مثل حنا عندنا الفطور والغداء والعشاء الطير عنده صباح فطور وعنده عشاء هذا ولازم يصيد قبل تطيح الشمس قبل الغروب لازم يصيد فكل ما قرب الغروب كل ما زاد شراسته على الفريسة لدرجة إنه يضر نفسه بعض الطير انتحاري عند الفريسة طيب هل طرحه سهل؟ لا متعب جدا متعب أغلى فصيلة من السقور ما اسمها؟ ما تفرق عن بقية السقور؟ والله في فصائل تميز بحاجات مثل الحر يتميز بالريشة دائما الحرار يحبونها السقاقير لأن ريشتها زينة والشيهين البحريات فيها السبك لأن ريشتها وحدة هي سوداء يا بيضاء زرقاء كذا بيضاء ما هو بيضاء كلها يعني مفهوم بعض الناس اللي ما هو بصقار ولا يعرف إذا قلت الطير أبيض يحس بالطير كلها أبيض لا هو أغلب ريشة يكون بيض فيسمونه أبيض نعم طيب ماذا يتغذى عليها السقر في أثناء الأسر؟ في أثناء الأسر فيها سلم كالله السمان المبرد هذا وفيها الحمام كذلك بس مكلف على صاحب الطير الحمام إلا طير مثلا واحد أو طيرين يغليها رعيها علشان يقنص بها دائما يحرص على أن يعطيها حمام يغليها نعم ويكون طازج يعني ما يكون طيب الصقر وهوايته وحب الصقر هل هو هواية لك أنت؟ أم أنت رح تبحث عنها يا أبو عدناء؟ لا هي هواية والله هي هواية أغلب أغلب اللي يصقرون الطيور هواية ما هي تجارة طيب جميل هل هي هواية ترفيهية أم له فوائد بالنسبة لك؟ لا هي درجة الأولى الترفيهية لأن الدليل أن راع الطير يصيد الحبارة مهب لأجل أكلها لا لأجل المتعة أنه ردد الحبارة ولا راح وياها ولا ارتفع لين اختفى وبعدين يجيه مثلا بجهاز ويصيده هذه قمة المتعة عند الصقر طيب عند أخوي محسن أبيات على الصقر أريد أنك تتفضل وتقولها لنا عليها الطيب هذه أبيات للشاعر عبدالله بن زيه بن الحربي الله يبيحه ويرحمه الله يرحمه يقول يا حبيبي صام منزلك في الصدر انهيار صرحك اللي قد بنيته وراك الدمره أتفاخر في محبتك لكن باختصار صرت مثلا لي حصد الهواء ويغمره كان بقي لي مهجتك لو كبر الزرار اعتذر والمنزل اللي هدمته عمره يا عيون اللي ليضف جنحانه وطار الدربية الجديدة تعز الذمره ولا يطيل اللي يشاف لشوف انقراره مخلبه في صدر برق الجناح يسمره كلك نار تجمع بياضه مع حمار تقول شمس ندوبها للمغيب محمرة والشفاية جمرتين انتواهج وسط نار تسنها من حر صلوة اللي هي بمجمرة والنهود صغار والبطن هافي تقلغار والردايف بثيها بطوال مشمرة والشعر يلمع على الضي من قوة الشقار بيش تمير انتواه ميرا الرياض موامرة مهمة مهمة ذي للي طلح حوافر هالغبار يوم جات من فوق جرفة المسيد مطمرة كل يوم تقوب عصاتها من وزر البكار وبشي ما طريق كلها لتخميس تخمي السلام عليكم 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 وملوح الغربي غاد اليوم فيها أخفتها يا وكرم ليل ليل وراح قبل الحمد يا السلام صح حزانك صح حزانك يا السلام الله يمكنك ضعجك دقيقة يا رب شكرا لكم مشاهدين الكرام فاصل لصلاة العشاء وسوف نواصل بعد صلاة العشاء صلينا يا رجال بعد الصلاة إن شاء الله بنكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوف نعم هل يتقدم تخصصوا أو تتديموا في القصة الآن؟ لPLE pas. سوف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اشتركوا في القناة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر